السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاة حيا على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد عباد الله فهنيئا لكم بحلول موسم الخيرات والطاعات فالليلة الهلال كما يقولون الليلة هي أول ليالي الشر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي فضلها الله سبحانه وتعالى تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها السيئات والله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تغرموا فيهنا أبوسكم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سورة التوبة سورة 9 verse 36 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ إِذْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ which means the number of the months with Allah is 12 months by Allah's ordinance in the day that he created the heavens and the earth four of them are sacred that is the right religion so wrong not yourselves in them Prophet صلى الله عليه وسلم said on the day of Eid his farewell speech إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ إِسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ استنتوا 12 شهرًا أربعة منها حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجم مضر الذي بين جمادة وشعبان ونحن الآن في اليوم الأخير اليوم التاسع والعشرين من جمادة الثانية وكما قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه نريت الداز بروفة صلى الله عليه وسلم said the division of time has turned to its original from which was current when Allah created the heavens and the earth the year is of 12 months out of which 4 months are sacred 3 are in succession or consecutives ذو القعدة, ذو الحجة and محرم and the 4th is Rajab of the tribe of Mudar which comes between Jumada and Shaaban and today we are in the last day probably the 29th day of Jumada الثانية so what we should do first of all we have to respect Allah's signs Allah subhanahu wa ta'ala says in surah al-hajj surah 22 verse 30 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه that is a command and whoever constantly magnifies the invalible rights of Allah then it would be most charitable for him in the providence of his Lord the month of Rajab has many good things to be done in it but also many innovation has been started by some people who think that they are trying to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala while they don't recognize or realize that they are going away of Allah's straight path I will go briefly insha'Allah in the first khutbah about what we should do and what we should not do in Rajab insha'Allah Eyewa lakwate wal akhawat إن الشهر رجب شهر عظيم وهو يشترك في الفضائر عموما مع الاشر الحرم والصيام فيه مضاعف والصلاة فيه ان شاء الله كذلك لكن لا ينبغي أن نفعل شيئا جديدا لم نكن نفعله فمن تعود صيام الاثنين والخميس ومن تعود صيام الايام البيض فليفعل ذلك الفضل ان شاء الله حاصل لكن أولا ينبغي أن ننبه على أمور عامة منها أولا أن من الأمور المبتدعة في هذا الشهر صلاة الرغائب وصلاة أم داود في نصف رجب والاحتفال بالإسرائيل والمعراج عند كثير من العلماء والتصدق عن أرواح الموتى في رجب واستخدام أدعية مبتدعة خاصة بهذا الشهر وزيارة القبور في هذا الشهر الكريم So some people relate some special عبادة or worship with this month Like giving charity on behalf of the dead people Or like praying the first Thursday night or Friday night After fasting the first day of Thursday As I'm going to go to it inshallah wa ta'ala Should we fast in Rajab? Yes It is permissible It is highly recommended by the view of the Based on the view of the majority of Muslim scholars Hanafi schools, Shafi'a schools and Maliki schools It is good and nice to fast in this month Besides being it is good, it is permissible Also professor sallallahu alayhi wa sallam said that in many أحاديث Sommir الحرم واترك, Sommir الحرم واترك أيها الأخوة اختلف العلماء في جواز الصيام بل في أفضلية الصيام في رجب فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جوازه بل إلى أفضليته وذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Sommir الحرم واترك Sommir الحرم واترك وقد كره الحنابلة صيام شهي رجب واستدلوا بذلك بأحاديث منها أن عمر بالخطاب رضي الله عنه كان يأخذ على أيدي الناس الذين يصومون في رجب ويقولوا لهم ويأمرهم بالإفطار كما أن يروع عبد عباس رضي الله عنه أنه نهى الناس عن ذلك فيما نقله الإمام الشوكان رحمه الله تعالى ولكن الأشرة الحرمة بصفة عامة يندب صومها كما هو الحال عند جمه الفقه So with regard to fasting in the month of Rajab It is permissible It is good based on the view of many scholars But does this month have special virtues by fasting? Many scholars said yes Hanabila said no And they said that As Abul Qayyim said Every hadith which mentions fasting in Rajab And praying during some of its nights Is false and fabricated And Al-Haz ibn Hajar رحمه الله said There is no sahih hadith That would count as evidence Which speaks of the virtue of the month of Rajab Or that speaks of fasting this month Or part of it Or of spending any particular night Of it in prayer And Sayyid Sabaq رحمه الله said Fast in his kitab Fiqh Sunnah Fasting in Rajab Is no better than fasting in any other month Except that it is one of the sacred months So it is very important to fast As regularly on Thursdays and Mondays 13th, 14th and 15th As long as we don't fast the makrooh days The dislike days, sorry days alone Or Fridays alone It is inshallah wa ta'ala good The second subject is Al-umrah fi Rajab To go to Mecca To perform umrah in Rajab Many scholars say There is no special virtues for that Prophet ﷺ performed four umrahs All of which were in Dhul-Qi'ada So it is very virtuous to do it In Dajshul-Hajj When I come to it inshallah wa ta'ala In the second khutbah Inshallah wa ta'ala It is good to go to Mecca To perform umrah And Dhul-Qi'ada And Dhul-Hijjah And of course inshallah The beginning of the month of Dhul-Hajj But also some scholars said Aisha radiallahu anha I used to do two umrahs a year One of them in Rajab She starts from Medina Dhul-Haleva Which is Abar Ali today The Miqat The place that we go to And initiate our own Ihram And the second one In Dhul-Hijjah So after performing hajj She does that also And it is also related to that Abd al-Rahman ibn al-Hajj I said I was finished with Umrah and Uthman In Rajab Umrah radiallahu anha And Uthman also performed it So some scholars said Okay but if a person goes for Umrah During Rajab without believing that There is any special virtue in that But it is just so happens That it is easy for him To travel at that time There is nothing wrong with that Inshallah wa ta'ala So it is good inshallah wa ta'ala It's permissible But does not have any special virtues There is another special virtue for Umrah in Ramadan Which will be regarded like a hajj Inshallah wa ta'ala I will come to that in Ramadan These virtues briefly inshallah wa ta'ala So the third one is Al-Atira Or special sacrifice in this month In Jahiliya pre-Islam time They used to have two kinds of slaughtering One called Al-Fara' And one called Atira And Professor Allah has said in Bukhari Muslim La far'a wa la Atira The first born animals So they will give it to They will sacrifice for their idols And Al-Atira Also they used to do it Especially in this month Professor Allah was asked by a man And he said إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُوا عَتِرَةً في جَاهِلِيَّةِ في رَجَبْ فَمَا تَأْمُرُنَا We used to sacrifice special kind of animals in Rajab What do you tell us about it? He said إِذْبَحُوا في أي شهرٍ كَان Slaughter any animals in any month So if you are doing it in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala It is good As Allah subhanahu wa ta'ala said إِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَيَيْ وَمَمَاتِيَ My rituals, my sacrifice, my life and my death Are for Allah subhanahu wa ta'ala So it is very virtuous to do good deeds around the year But not to make some special things in this month And the fourth one inshallah wa ta'ala Or the fifth one Salatul Raghaib Okay, next Thursday will be the first Thursday of the month Six I'm not urging someone to do it But just I'm defining this day and this night So if someone happens to be fasting on that day Which is basically a virtuous day to fast That night between Maghrib and عشاء There is a very fabricated hadith They should pray And I'm going to just describe it as follow Salatul Raghaib is one of the innovations Bida'a that have been introduced in the month of Rajab It is done on the night of the first Friday in Rajab Between Maghrib and عشاء And is prepared by fasting on the first Thursday of Rajab The meaning of that is Imam al-Nawi said In his explanation of Sahih Muslim May Allah curse the one who fabricated and introduced that night For it is a reprehensible innovation One of the innovations which constitutes misguidance and ignorance And it involves obvious evil The last one inshaAllah Before I end the first khutbah Is al-Isra'u wal-mi'raj The Prophet's night journey and ascent into heavens Having said that Prophet sallallahu alayhi wa sallam Was taken by the angel Jibril from Mecca At night to Jerusalem May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy For brothers and sisters in Jerusalem They are under the occupation They are bad from calling Adhan for Rasha Their lands have been seized And may Allah subhanahu wa ta'ala give them freedom May Allah give them a state inshaAllah wa ta'ala And may Allah set the Masjid al-Aqsa free And give us a chance to go there and pray inshaAllah Amin ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقد تواترت الأحاديث في ذلك وقد فرضت الصلاة في هذه الليلة فلا شك في أنها حدثت لكن متى حدثت هناك أكثر من خمسة أقوال ذكرها العلماء ولم يثبت بالدليل القاطع أو حتى المقبول أنها حدثت في رجب أحرى أن تكون في ليلة السابع والعشرين ينبغي ويمكن مدارستها في كل وقت في رجب وفي جمادة وفي شعبان وفي رمضان لكن أن تحدد ليلة محددة عند كثير من العلماء أنا أقول عند كثير من العلماء دائما هناك قول يخالف ذلك أو أدث أقوال وكما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في نفه للإجماع وهو غير مقبول قال من أنبأك أن الناس قد أجمعوا فقد كذب فقل ما يجتمع الناس في عصر أحرى في كل العصور على أمر معين لكن العبرة بالغالب والرأي الأعم السليد إن شاء الله تعالى وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى عن ابن دحية وذكر بعض القصاص وهم أصحاب الروايات والوعظ القديم في الأحاديث الضعيفة أن الإسراء كان في رجب قال وذلك كذب وقد تواتر عن رسول الله وقد تواتر عن رسول الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة فكلمه ربه سبحانه وتعالى بما أراد وفرض عليه الصلاوات الخمس وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعينها لا في رجب ولا في غيره وكل ما ورد في تعينها غير ذابت عن نبي صلى الله عليه وسلم عند أهل علم بالحديث ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها So there is no doubt that the Isra and Mi'raj, the Prophet's night, journey and ascent into heaven are two great signs of Allah which point to the truthfulness of his messenger صلى الله عليه وسلم and the greatness of his status before Allah They are also signs of the great power of Allah and of his exalted position above his creation Allah says سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنْ مِنْ مَسْجِدِ حَرَامِ That's surah 17 which has two titles Al-Isra, the night journey and Bani Israel, the children of Israel which Allah subhanahu wa ta'ala spoke about that incident in the first surah and he spoke about the children of Israel in the second verse the first verse and the second verse inshallah Glorified and exalted be he, Allah above all that evil they associate with him who took his slave Muhammad صلى الله عليه وسلم for a journey by night from Al-Masjid al-Haram at Mecca to Al-Masjid al-Aqsa in Jir-Zulam the neighborhood whereof we have blessed in order that we might show him Muhammad صلى الله عليه وسلم of our ayat provers, evidences, lessons, signs, etc Verily, he is the all-hear, the all-seer, Allah subhanahu wa ta'ala some miskara said there are mutawatir reports mutawatir means a hadith that was narrated by scores of people on different levels every chain of narration will be rated by more than 5, 7, 10 people scores of people inshallah from the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم that he was taken up into the heavens and their gates were opened for him until he passed beyond the seventh heaven where his Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, spoke to him as he will and enjoined the five daily prayers upon him with regard to this night on which the Isra and Mi'raj took place there is nothing in the Sahih Hadith to indicate that it is in Raja or in any other months rather than, or let alone, to be on the 27th night everything that has been narrated concerning a specific date for these events cannot be proven to have come from the Prophet صلى الله عليه وسلم according to the scholars of hadith Allah has wise reasons for causing the people to forget it so it is good to read about it to know about it to teach people about it in Raja, in Shaaban, in any other day in any other month but we should not relate it to a special day and that of the majority of scholars I invite Allah, say Allah subhanahu wa ta'ala, maghfira wa tub uleyhinna hu wal ghafuru raheem please ask Allah forgiveness so he may forgive you Alhamdulillah Alhamdulillah الذي فضل بعض الأيام والليالي على بعضها البعض وفضل بعض العباد على بعضهم ففضل بعض الرسل على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وفضل بعض الأماكن على بعض ففضل مكة والمدينة والقدسة الشريفة على غيرها من الأماكن وفضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وفضل يوم الجمعة على سائر الأيام وفضل الشهر رمضان على سائر الشهور وبعد عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى نفحات تترى وفرصا تأتي لكل الناس في كل زمان لكن كثيرا من الناس عنها غافلين الله سبحانه وتعالى لدى بناء إلى استخدام هذه الأوقات فيما ينفع وفيما هو خير لنا في دنيانا وآخرتنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع فذمت الكثير من الأحاديث الصحيحة والأعمال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي سأذكر بعضها فيها غينا لنا والشغل عن البدع والمنكرات فالنبي صلى الله عليه وسلم صحا وكما في حديث عائشة أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فرن يقبله الله سبحانه وتعالى there are many and plenty of deeds that we can do which are authenticated and related to the Prophet صلى الله عليه وسلم we should adhere to it it should be sufficient for us and not to innovate Prophet صلى الله عليه وسلم said in حديث عائشة he who did any act for which there is no sanction from our behalf that is to be rejected and also حديث العرباط بن الساري الحديث المشهور وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معظة بليغة وجرت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها معظة موضع فوصنا قال أوصركم بتقوى الله والسلام وطعال حديث ما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد مؤخرات الأدراس جمع ناجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم the famous حديث of العرباط بن الساري he said that post of Allah subhanahu wa ta'ala stood up and told us I enjoy you to fear Allah subhanahu wa ta'ala and after that he said also for those of you who live after me will see great disagreement you must then follow my sunnah and that of the rightly guided caliphs hold to it and stick fast to it avoid novelties for every novelty is an innovation and every innovation is an error so the good season the season of good deeds will start tonight or tomorrow Rajab is one of the four sacred months it is very virtuous to do any good deeds but we should not innovate we should go with the authenticated things after Rajab comes Rajab is the seventh month of the Islamic calendar which is the lunar calendar the eighth month will be Shabban Prophet صلى الله عليه وسلم used to fast most of it and that Ummu Salama رضي الله عنها our mother mother of believers said that mother of believers said that ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل الشعبان برمضان وقد سئل عن حكمتي في ذلك كما في حديث يسامة بن زيد فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس يغفل الناس عنه بين راجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل إلى الله رب العالمين وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فصيام معظم هذا الشهر فاضل وهو خير So it is narrated by Ahmad and Abu Dawood and النساء and Ibn Majah that our mother, mother of believers Umm Salama, may Allah be pleased with her said I never saw the messenger of Allah peace and the blessing of Allah be upon him fast two consecutive months apart from the fact that he used to join شعبان and Ramadan in some of the narrations he used to fast most of it and what the reason behind that if it is asked what is the reason for fasting a great deal during the شعبان the answer is easy Prophet صلى الله عليه وسلم was asking the same question by Usama ibn Zayd he said I said O messenger of Allah I do not see you fasting in any month more than in شعبان he said that is a month concerning which many people are heedless between Rajab and Ramadan it is a month in which people's deeds are taken up to the Lord of the world and I would like my deeds to be taken up while I am fasting so it is very important to do that after that comes the month month of Ramadan the tenth month which everyone knows is spirituous but there is one thing also that I would like to add to it if someone can go to Umrah it is good because Prophet صلى الله عليه وسلم said عمرة فيه تعديل حجة روى الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان أي بعيران فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه أي نسقي عليه الأرض قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعديل حجة وفي رواية لمسلم تعديل حجة معي أي مع النبي صلى الله عليه وسلم it is written by Bukhari حديث number 1782 and Muslim حديث 1256 that's Abdullah ibn Abbas said the messenger of Allah peace be upon him said to a woman from among Al-Ansar people of Medina what kept you from performing Hajj with us she said we only have two camels and the father of her son and her son had gone for Hajj on one camel and he left us the other camel so that we could carry water on it he said صلى الله عليه وسلم when Ramadan comes go for Umrah for Umrah in that month is equivalent to Hajj and Muslim said likes a Hajj with me with the Prophet صلى الله عليه وسلم and after Ramadan the first day of Eid Shawwal comes the month of Al-Hajj as Allah subhanahu al-Ansar said in Surah Al-Baqarah Surah 2 verse 197 Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat the pilgrimages performed in the well-known months so Shawwal is very good very good to fast six days of that month as Prophet صلى الله عليه وسلم said in Muslim Abu Dawud Al-Tirmadi and Ahmad من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتَّمْ مِنْ شَوَّالِ كَانَكَ سِيَعَ مِنْ دَغْرِ whoever fasts is Ramadan and follows it with six follows it with six days of Shawwal that is the fasting of a lifetime and after that the 11th month ذُلْقِعْدَ that will be the beginning of the three consecutive sacred months ذُلْقِعْدَ and ذُلْحِجَّ ذُلْقِعْدَ Prophet صلى الله عليه وسلم performed all of his four Umrahs in that month it is very virtuous to do Umrah in that month also and after that comes the 12th month ذُلْحِجَّ which has the first 10 days which are the most important days in the year as compared to the last 10 nights of Ramadan which are the best 10 nights ever Allah subhanahu wa ta'ala said وَالْفَجْرِ وَالْيَا يَعْنَ عَشْرِ سُورَة الْفَجْرِ سُورَعَيْدِ 9 verses 1 and 2 وَالْفَجْرِ وَالْيَا يَعْنَ عَشْرِ and by the dawn and the 10 nights which commonly understood to be the first 10 nights of the pilgrimage Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما نريد ذات Prophet صلى الله عليه وسلم said ما من أيامي العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أي قتل في سبيل الله وكما قال صلى الله عليه وسلم والحديث بالبخاري وعنه أيضا كذلك أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أسكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر الأضخاء قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الدارمي The meaning of that It is good to fast Most of those days Except the day of Eid Which is haram To recite تحميد تهلير And تكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر And to do حج العمر In those days And to sacrifice أضحية Or قرباني One of those days Two days Inshallah I will focus on For the next three minutes Or so The day of Arafa And the day of Eid The day of Arafa Is one of the best days With the day of Eid Second to the day of Eid Prof. صلى الله عليه وسلم الساد يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أهل السنن وكذلك أرد صحايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة أي سنتين رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه وهو كذلك يوم يغفر الله فيه الذنوب ويعتق فيه الناس من النيران ويباهي فيه عباده يباهي الملائكة فيه عباده في الموقف ففي صححة مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدرو ذم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء والله سبحانه وتعالى يغفر لهم كما في حديث بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي وكما قال صلى الله عليه وسلم رفا صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة the day of عرفة the ninth day of الحجة يوم النحر the day of sacrifice the tenth day and أيام التشريق the three days that come after the day of Eid are Eid festival for us the people of Islam these are days of eating and drinking it is also the day that the forgiveness of sins freedom of the fire and the pride in the people who are there in Sahih Muslim it was narrated from Aisha رضي الله عنها that Prophet صلى الله عليه وسلم said there is no day on which Allah frees more people from the fire than the day of Arafa he comes close and expresses his pride to the angels saying what do these people want they want forgiveness and Allah سبحانه وتعالى will grant them forgiveness inshaAllah وتعالى and Prophet صلى الله عليه وسلم when he came to Medina he found them I'm going to read Sayyidina Arabic inshaAllah and then Sayyidina English inshaAllah and then when the Lord said before他們 therein it was that intellect said that the glory of Allah is the Lord the very first time and God is the tender way in the second time he is the tender way إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر وصححه للباني في صححة أبي داود وكذلك يوم الحج الأكبر فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج وقال هذا يوم الحج الأكبر روام البخاري So when the Prophet صلى الله عليه وسلم came to Medina he found out they had two days on which they used to play he said صلى الله عليه وسلم Allah has given you two days better than this the day of Al-Fitr and the day of Al-Adha narithed by Abu Dawood number 1134 it is also says in Surah Al-Abi Dawood number 1765 where it is narithed that the Prophet صلى الله عليه وسلم said the greatest of days before Allah is a day of sacrifice so it is very important after that inshallah wa ta'ala for the next and last two minutes or three minutes inshallah comes the new year شهر الله المحرم the month which is the last third month of the three consecutive months شهر الله المحرم المشرفة صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وقوله شهر الله إضافة الشهر لله إضافة تعظيم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم النجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق منكم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وكان واجبا حتى نسخ بفرض الصوم في السنة الثانية في آخر شعبان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آخر حديث أذكره بعربية إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما في صحح مسلم أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوم التاسع فاضل وهو يوم ينبغي أن نصومه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي عبر عنها وقد وافاه الأجر المحتوم قبل يصومها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وصلى الله تسليم Dear respected brothers and sisters at the end of the three sacred months the new month of the year the beginning of the year شهر الله المحرم it is a very virtuous month in which Prophet صلى الله عليه وسلم said the best fasting after Ramadan is the month of Allah المحرم and the best prayer after the obligatory prayer is a prayer at night with regard to the phrase the month of Allah mentioning the month in conjunction with Allah is a sign of its great status we should fast the ninth day and the tenth day of that day Prophet صلى الله عليه وسلم said it is narrated by that Prophet صلى الله عليه وسلم when he came to Medina and saw the Jewish fasting on that day of Ashura he said what is this they said this is a good day this is the day when Allah saved the children of Israel from their enemy and Moses peace be upon him fasted on this day he said صلى الله عليه وسلم we are closer to Musa than you so he fasted on that day and told the people to fast in his last year Prophet صلى الله عليه وسلم said next year if Allah wills we will fast on the ninth day but as Ibn Abbas said by the time the following year came the messenger of Allah peace and blessing be upon him had passed away it is mustahab and recommended it is good to fast both the ninth and the tenth because the Prophet peace be upon him fasted the tenth and intended to fast the ninth so dear respect brothers and sisters it is so virtuous to do good deeds around the year but we should not innovate we should not relate some special ibadah special worship to special time without having a proof there are plenty of good deeds that we can do around the year and inshallah it will be good things for us but before that we have to purify our intentions we have to read about our deen and to increase our knowledge about it we don't have to wait for a khutbah or for Ramadan to come to know about our daily good deeds or monthly good deeds or yearly good deeds we have to seek knowledge and as we seek regular knowledge and as we work to provide for ourselves and our families we should also work on inquiring and getting and taking more good knowledge in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and also we should practice what we know to fast Mondays and Thursdays would be good to bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala and it is narrated in Sahih Muslim on the authority of Abdullah ibn Umar that Prophet sallallahu alayhi wasallam said the meaning of that anyone who fasts a day in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala Allah will keep his face away of the hellfire like the distance of traveling 70 years it is very good to do salah on time to do salah in the masjid there are some brothers who don't come to the masjid on Fridays or all the time they don't pray on time it is good to know about our tahara about our hajj and to perform hajj insha'Allah wa ta'ala I will insha'Allah wa ta'ala conclude with a dua so please say ameen Allahumma laka alhamdu hatta tarda walaka alhamdu ida radit walaka alhamdu ba'da al-rida walaka alhamdu ala kulli hal Allahumma laka alhamdu Allahumma laka alhamdu Allahumma laka alhamdu Allahumma laka alhamdu walinear Allahumma laka al dawn amazed on us with弟 and recipients we'll beса and each para and friends and TOUS Allahumma la Allahumma fa' обнаруж ka'an alhamdu fa'an alhamdu Allahumma cirh himl长 come up home Allahumma laka alhamdu Allahumma laka alhamdu ma' problème Allahumma laka alhamdu Allahumma rud kyaidah m México para وزرزي الأرض من تحت أقدامهم يا أرحم الراحمين فرج عن النساء والثكالى والضعفاء يا رب العالمين اللهم اصرهم نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين وارزق الفلسطينيين دولة آمنة مستقلة مستقرة عاصمتها القدس الشريف يا رب العالمين اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارفع الظلم عن المغلومين في برما وفي كل مكان وأصلح أحوال المسلمين في الهندي وباكستان وفي الصومال وأفغانستان واحق اندماعهم في العراق والبحرين يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالهم في مال يا رب العالمين وجنبهم الفتن يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ردنا إليك رد جميل وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لكل خير وإحسان اللهم آتقنا فيه من النيران يا رب العالمين اللهم احفظ هذه الجماعة ووفقها لما تحب وترضى اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين اجعل كل أعمالنا صالحة ولوجك خالصة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم ما سألناك فاعطنا وما لم نسألك فبادرنا اللهم اهد النساء المسلمات واجعلهن مؤمنات محجبات اللهم اهد شبابنا وأطفالنا واجعل مال في أيدي اسخيائنا اللهم زوج أيمناء اللهم من رزقته منا ذرية فاجعلها ذرية طيبة ومن لم ترزقه ذرية فرزقه ذرية طيبة يا رب العالمين اللهم باركنا فيما رزقتنا وقنا على النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وآقم الصلاة